اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في أولى حلقات برنامجنا الجديد القبس شرح موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه وكتاب الموطأ للإمام مالك من أمهات كتب السنة كما لا يخفى على أحد وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك وهذا الكلام قاله الإمام الشافعي قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما الصحيح وسيأتي تفصيل الكلام عن موطأ مالك بعد أن نقف وقفة مفصلة مع التعريف بالإمام مالك صاحب الموطأ وهذا حقه علينا رحمه الله تعالى فالإمام مالك رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام وحجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحين الحميرين حليف بني تيم من قريش فهم حلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد العشر من البشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه فمالك رحمه الله تعالى عربي صليبة من أنفس العرب يعني ليس من مواليهم وولاؤه لبني تيم أو لبني تيم نعم ليس ولاء عتق إنما هو ولاء حلف والعرب كان يجري بينها أحلاف كثيرة يتحالف بعض القبائل مع بعض كانت هذه العادة الغالبة على قبائل العرب ولم يكن ينجو من هذا إلا القليل من القبائل وكان العرب يسمونها بالجمرات الجمرات يعني القبائل التي لم تعقد حلفا ولا تحتاج لذلك قبائل كانت عدد يسير عدد القبائل يعني الداخلي بيكون عدد قليل من الرجال ليس بالكثرة الفاحشة فكانوا يحتاجون أن يعقدوا حلفا بعضهم مع بعض ومعاهدات حتى يستعين بعضهم ببعض في الحروب والغارات وما شابه ذلك ويتقوى بعضهم ببعض وكان هذا سمتا غالبا لعامة العرب ولم يفلت من ذلك كما قلت إلا قبائل معدودة كانت تسمى جمرات العرب والجمرة هي القبيلة التي لا تعقد حلفا ولا تحتاج لذلك وكان آخر هذه الجمرات بنو نمير بنو نمير وظلت بنو نمير على حالها هكذا جمرة من جمرات العرب لا تعقد حلفا ولا تحتاج إليه وكان النميري منهم إذا سأله سائل عن اسمه وعن بلده وعن قبيلته كان يتكلم بلسان فخم ويضخم صوته ويقول أنا من نمير أو من بني نمير حتى قال جرير قوله الشهير يذم فيه الراع النميري لأمر وقع بينه وبين الفرزدق وجرير فقال جرير يخاطب الراع النميري فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فهذا البيت أسقط هذه القبيلة من عين العرب وجعلها قبيلة من حطام القبائل وصار النميري بعد هذا يخب بين الناس ولا يظهر نفسه واذا إن دل فإنما يدل على قيمة الكلمة عند العرب وعلى أن الكلام عندهم كان له وزن ضخم جدا فكلمة تسقط قبيلة وكلمة ترفع قبيلة الشاهد إن عمة العرب كان يجد بينهم حلف واذا الحلف يترتب عليه ولاء فولاء مالك رحمه الله تعالى لبني تيم ليس ولاء عتق يعني ما كانش مثلا حد من أهل أسير أو كان عبدا ثم اعتقه بني تيم فهو ينتسب لهم بالولاء بولاء العتق يعني زي ما كان مثلا من البخاري رحمه الله تعالى فالبخاري مولى الجعفيين لإن كان جده كان مجوسيا وأسلم على يد الجعفيين فانتسب إليهم وهكذا وكثير من الاستقاط من العلماء الكبار من الموالي كان الولاء صراحة لم يكن يعني إشكالا وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى حفظه حقوق الإنسان وأنه أول دين بل الدين الوحيد ولا يزال إلى الآن هو الذي يحافظ على حقوق الإنسان ولا يفرق بين عبد وحر ولا ذكر ولا أنثى في إكرامه وعطائه حقه من التعليم وغيره فكان الموالي غالبون في وقت طويل من أوقات الإسلام أوقات العصر الإسلامي كان الموالي لهم أصلا كانوا عبيدا ثم أعتقوا أو كان أهلوهم عبيدا ثم أعتقوا كانت بأيديهم نواصل العلم فقراء السبعة كما ذكرنا ذلك مرارا الذين تدوروا على قراءتهم قراءات الأمصار أولاء السبعة خمسة منهم موالي كما يقول الإمام الشاطبي في الحرز يقول أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وبقيهم أحاط به الولاء يقول أبو عمر البصر المازني ده عربي أصيل أو عربي صليبة يعني لم يكن مولى من الموالي وبن عامر اليحصبي الدمشق كذلك هذا أيضا عربي صليبة من أصول العرب وباقي القراء السبعة نافع وابن كثير وعاصم والكساء وحمزة موالي موالي يعني لم يكن أهلوهم من أصول العرب بل كان في أهلهم مثلا أحد أعتق أو كان عبدا وأعتق وهكذا فلم يكن يمنع الولاء أحدا من العلم حتى في قصة شهيرة ذكرها الذهبي ثم حكم عليها بالإبطال يعني بعد ذلك لكن يستأنس بمثلها وهي حقيقة يعني لعلها تكون واقع ولم تكن حصلت لكن كان الواقع يملي مثل هذا إن بعض الشعب تقريبا أو غيره دخل على بعض الخلفاء فسأله عن كبراء العلماء في الأمصار قال من بقي بالبصرة فذكر له الحسن بن أبي الحسن البصري فقال هذا عربي ولا مولى قال مولى حسن بن أبي الحسن البصري كان من الموالي رضي الله عنه ورحمه سيد الزهاد وإمام أهل البصرة حسن البصري كان مولا قال من بقي بالشام قال الأوزاعي قال عربي أم مولى قال مولى قال من بقي بالبصرة قال فلان قال مولى وهكذا سأله عن أكثر من قطر ويذكر له الشعب كل من فيهم موالي حتى سأله عن قطر واحد من الأقطار فذكر له فيه عربي ليس مولى فقال له عبد الملك بن مروان فرجت عني كنت أموت غيظا ألم يبقى إلا الموالي الموالي مسكن البلد يعني هم كل حاجة العلم كله في الموالي وكما سنقول وذكرنا مرارا نافع وسالم ولا نافع نافع مولى عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر يكاد العلماء يعني يتكلمون في أيهما أثبتوا في عبد الله بن عمر وأحفظوا لحديث سالم ابنه ولا نافع مولاه وهذا يدل على المساواءه يعني هذا عبده وهذا ابنه العلماء يختلفون أيهم أثبتوا الناس في ابن عمر مين روايته أصح وأعمتهم يرجحون رواية نافع على سالم الجمهور منهم يفضل ويقول أن سالم أثبت وأحفظ لحديث عبد الله بن عمر من ابنه سالم وأنهم اختلفوا في ثلاث أحديث وكان الحق فيها مع نافع مولى عبد الله بن عمر هذا عجب يعني فأشاهد أن مالك رحمه الله كان مولى بني تيم لكن كان مولى حلف كانوا أحلاف ما كانش مولى عتاقة يعني ما كانش حد من أهل وعبيد ثم أعتق والقضية هذه كان جرى بسببها إشكال كبير بين الإمام مالك والإمام محمد بن إسحاق بن يسار المطلب إمام السير صاحب مصنف السيرة التي تعد في ميزان حسناته يوم القيامة وهو له له على كثير من الناس فضل عظيم إذ شغل بها الملوك عن أحديث القصاص وعن ذكر الجاهلية وعن غير ذلك شغلهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صنف لهم كتاب السيرة والمغازي محمد بن إسحاق فجرى بسبب هذا إشكال بين مالك ومحمد بن إسحاق بسبب مسألة أن مالك من مولى بني تاي مدين كان ابن إسحاق يتكلم في نسب مالك ويقول هو من الموالي هكذا على الإطلاق يعني بذن هو يغض به من قدر الإمام مالك وطبيعي كما يجري في كل زمان الأقران يتنافسون ويقع بينهم شيء من التحاسد والتدابر في صلب العلم وهذا الخلق لم ينجو منه أحد إلا الأنبياء فقط فمثل هذا يقع بين الفضلاء ويعفو الله عنه وتغمره حسناتهم الكثيرة ولا تكاد ترى زمانا يخلو من مثل هذه الأمور حتى قال ابن عباس خذوا علم العلماء ودعوكم من كلامهم فإنهم كالتيوس في زروبها العلماء يقول كالتيوس في زروبها لو اجتمع تيسان في زريبة وكل تيس حاسس فأنا هو الفحل الوحيد في المنطقة وهو أحسن واحد في الزريبة فلو شم واحد يريد أن يعمل نفسه عليه راجل هيعرض رب فيه من غير سبب ولا حاجة فكذا العلماء التنافس في علم أداهم إلى مثل هذا أحيانا إلى شيء من يعني التحامل يعني والعصبية أحيانا في طلب الخير وهذا طبعا ذنب ليس في ذلك الشكل لكن تغمره حسناتهم رضي الله عنه ورحمه فمالك كان تكلم في ابن إسحاق بسبب هذا ابن إسحاق أو الحاجة قال إن مالك من الموالفة مالك طبعا قال عنه ابن إسحاق قال دجال من الدجاجلة قال دجال من الدجاجة ده كذاب ولا يعرف حاجة فإمام ابن إسحاق قال مالك عمل لكم كتاب اسمه الموطأ يتوني بالموطأ فأنا بيطاره أنا بقى أقول لكم إيه الأخطاء اللي فيه طبعا هذه كله كلام كما قلت يعني باب التنافس والحدة بين الأقران وكلهما يعني إمام كبير لكن مالك أجل بكثير من ابن إسحاق حتى قال العلماء إن كلام ابن إسحاق في مالك لم يحرك مالك عن موضعه وزن شعيرة ما حركوش ما أسرش فيه خالص لمالك كان ثبت إمام حجة وكلام مالك هز بن إسحاق فابن إسحاق طبعا عند المحدثين فيه ضعف وخيرهم وعنوا واحسنهم من يحسن حديثه لكن الرجل فيه حديثه كلام يعني لكنه في المغازي والسير إمام لا يشق له فيه غبار ولا يستغني الناس عن سيره أبدا فمحمد بن إسحاق أمير المؤمنين في السير مع كونه في الحديث متكلم فيه وده أمر عادي ما فيش إشكال بعض الناس بالأمر عنده ما عندوش أخذ وعطى يعني هو بالأمر الرجل تكلمه فيه يبه واعع لا مش لازم يعني هو كل واحد له فنه ممكن تلاقي واحد في الحديث قوي جدا وفي التفسير على أده وتلاقيه في اللغة إمامه في الحديث ما فيش خالص والقصة الشهيرة قصة قصة الزائد الشهير بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى لما كان بشر يلحن كلما يتكلم بالعربية كان ربما يلحن في كلامه يقع له أخطاء يعني فعرضوا عليه أن يعلموه النحو هو كان إمام في الزهد وإمام في أمور كثيرة رضي الله عنه ورحمه فقال ماشي نتعلم النحو فجال المدرس يعلمه قال له مولانا قل ضرب زيد عمرد فقال له بشر ولما ضرب تب يضربوا ليه عمل فيه إيه فقال له يا سيدنا الشيخ مش القصة مش كده خالصة مش ياخد مالك لا ضربوا ولا حاجة يا عمد مثال هلو كمان بتكذب علي علم أوله كذب والله لا تعلمته أبدا ولم يتعلم النحو فظل يلحن وكان يقع له أنه ممكن يرفع المنصوب وينصب المرفوع وكلام منه ولم يعكر هذا على فضل بشر لأنه كان ده مكانش بابه خلال أن يعرف أنه كان بيخطأ في النحو وانا خدش عنه النحو لكن يستفيدوا بعلمه وبفضله في باب آخر وهكذا العلم اللي تلاقي عنده قصور في شيء من الأشياء بتلاقي عنده حاجة تجبره عنده فتحة له في باب آخر فهذا لا يعكر عليه هو قصر الأمر أنه لا يأخذ عنه ما أخطأ فيه لكن يستفادوا بعلمه فيما أجاد فيه فده اللي وقع بين مالك ومن إسحاف كان سابه كما قلنا مسألت الولاء وكلامهم في بعض هذا كلام يعافى عليه الزمن يخلوا من مثل هذا فوقع مثل هذا بين أبي حنيفة وسفيان الثوري ووقع مثل هذا بين الإمام بن مندى وأب نعيم ووقع مثل هذا بين الحافظ بن حجر في المتأخرين من الإمام العيني المحدث الفقيه الحنفي الشهير صاحب عمدة القاري ووقع بين السيوطي والقصطلاني شارح البخاري ولا يزال يقع هذا بين الفضلاء كما قلت لما ذكرناه في مطلع الكلام مالك بن أنس البعض يظن أنه حفيد أنس بن مالك لأن اسم مالك بن أنس بن أنس إسمه مالك بن أنس بن مالك فالبعض يظنه ابن أنس بن مالك الصحابي الشهير وهذا طبعا هذا لبس وخلط فمالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر هذا صاحبنا الإمام داري الهجرة وهو ليس ولد أنس بن مالك وإنما ولد مالك بن أنس في العام الذي توفي فيه أنس بن مالك في عام 93 للهجرة توفي أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس العام الذي ولد فيه مالك بن أنس بن أبي عامر إمام ذهر الهجرة و هذا إن دل فإنما يدل على أن الله تعالى لا يخل الأرض من قائم له بالحجة و أنه كلما ذهب إمام حل مكانه إمام و هذا علامة رضى الله تعالى عن الناس أنه لا يزال يعني يبدلهم بإمام إماما و لا يخل الأرض من قائم له بالحجة كما قال النبي صلى الله عليه و آله و صحبه وسلم في الصحيح من حديث شام بن عروة و مالك بن آنس عن عروة بن زبراع و عبد الله بن عمر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا طب إذا قضب عالم وجاء مكانوا بعالم يبقى لسه في خير مدام بيكون له خلف إذا مات العالم خلفه عالم آخر فلا يزال الناس بخير لكن متى يظل الناس ويهلكوا إذا ذهب العلماء ولم يقم بعدهم عالم فقام الجهان فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لكن مدام بيكون خلف من ذلك السلف الخير فالأمر على الخير لا يزال والحمد لله فالعام الذي مات فيه أنس بن مالك أبو حمز الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه الإمام مالك لكأنه قائم يسد الثغل الذي خرم وفتحت موتي أنس بن مالك الصحابة الجليل رضي الله تعالى عنه أهل مالك كانوا أهل علم فأبوه أنس بن مالك بن أبي عامر كان عروفا له رواية يعني وعمه ويس وعمه أبو سهيل وهكذا كان مالك في بيت علم وده كان شأن كثير من بيوت العلم يوم إذن كانت عامة البيوت فيها علماء تلاقي الأب عالم أو العم أو الخال أو الأخ الأكبر أو الإخ ودميعا أو العائلة كلها أهل علم كان العلم مشتهر جدا بين الناس كاشتهار الكرة النهاردة بين الخلايا شوف النهاردة الجماهير تسمع كرة أديه وطبعا ما بيأخذوش حاجة للأسف ليتهم يعني يبذلون أوقاتهم هذه ويتعبون أنفسهم ويحرقوا دمهم ويرتفع ضغط دمهم في حاجة بيستفيدوا منها حاجة أهل اللي بيلعب كرة ماشي بيعمل حاجة اللي بيلعب بيستفيد أهل بيجر دمه على الأقل وممكن يكسب حاجة ولا كلام منه لكن اللي قاعد دعم مال يعني يضغط في نفسه هينفجر وهيمتعصب وعمل شد في شعره لو جا جون ولا ما جاش جون ده بيأخذ إما تعرفش بس عايز أقول أن العلم كان يوم إذن مشتهرا كاشتهار مثل هذه التفاهات اليوم التي شغل بها الناس عن معالي الأمور والله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها وهذه من سفاسف الأمور أن الأمر يصل كما رأينا مؤخرا أن تتخاصم بلدتان كبيرتان من بلاد المسلمين بسبب هذا الكلام الفارغ هذه مصيبة جلل يعني هذا أمر لا يستحق أصلا لالتفاهات إليه مش قيام الدنيا من أجله والصدر العظيم في الماء العكر الصحفيين العملاء بدأوا يهيجوا الدولتين حتى تقوم فتنة الله أعلم بما وراءها لا لسبب والله تعالى المستعى فكان العلم سائد وهذا الذي رفع هذه الأمم وملكها نواصي الدنيا ووضع العالم كله تحت أيديها أن العلم كان سائدا يوم إذ لكن اليوم ساد الجهل اليوم ساد الجهل وصرنا نتكلم في المسلمات وصارت الدماهير يعني لا تعي ما يقال لأن كثير يلبس على الناس الحق بالباطل لكن كان يوم إذ لو إن واحد دس حبي يخطئ كان يؤمله خمسين واحد يرد عليه ولهذا ما كان يجرؤ أحد على التلبيس لأن العلم كثير أوي وكلهم علماء ربانيين عامتهم والمبتلع فيهم منبوذ معروف واحد واثنين معروفين بالاسم لكن كان الناس أهل خير وأهل علم علم كان فاشي بين الخلائق وكان يعرفه الكبير والصغير وكان الجميع ينتسب إلى العلم شرف الله لكن الآن قال العلم وقال العلماء وصارع ملبسون كثر كثرا والآن لما يطلع واحد يلبس ولا حاجة عشان نقدر نداول هذا الكلام يحتاج إلى وقت لأن الناس تفهم القصة ويعرفوا خاصة إذا كان شخص مشتهر بالعلم أو من من ينبغي أن يكون من أهل العلم ولكنه لم يقم بحق ذلك العلم فالأمر جلل وصرنا نتكلم في الأصول ندافع عن أصول الدين ضد المسلمين يرى مثلا كفار بيتكلمه أو جماعة مستشرقين ده مشايخ يطعنون في أصول الدين ويلبسون على العوام ويجتمعون على الباطل فصارت القضية عظيمة جدا والله تعالى المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله لشان كده بنقول ينبغي على كل من آنس من نفسه رشدا أن يطلب العلم يقول للناس لا تتعصبوا لأحد بيننا وبين الناس المحابر والدفاتر إحنا بنقول كلام والجماعة المخالفين بقولوا كلام والله ما تخدش لا بكلامي ولا بكلامهم اللي يقيم الحج على كلامه خد بكلامه لا تنظر بقى لأشخاص ولا لمناصب ولا اللي بتاع يعني الآن اختلفنا فاللي وريك الورق والكتب ويدلك وترجع فترى كلامهم موافق خد منه بس بقواعد وضوابطهم بغي أن تعرفها لازم معندك يعني على الأقل بدايات الفهم العلمي الأصول والضوابط العام مع الأقل اللي يقيم بها الحق من الباطل لما واحد يدعي دعوة ويقول على حاجة دي من الدين قل والله فين الدليل ما جابش دليل انت مش ملزم باتباع حد إلا أن يقيم لك دليلا شرعيا أقامه الله تعالى لخلقه وأمرهم باتباع عن هذا يسأل الله الناس ولو واحد قال لك دي مش من الدين قل له أثبت ذلك مش ينفع يكون حاجة مش من الدين وقاعد نصع لها ها دي كده وليس مثلت النقاب الآن الأمر فيها يزداد وفتنة كل يوم ومش عايشين يجيبوها البر يعني والأمر فيها منتهى من يعني كلام فيها عبس كلمه في ايه الأمر دا منتهى منه جدا إجماع العلماء وإحنا نقخمنا على هذا الحج والكتب ملأ بذلك لا ينكرها إلا مكابر أو جاحت كتب أهل العلم المذاهب الأربعة ملأ ملأ بالحث على هذا الشعير الإسلامي على النقاب وهم بين موجب له أو حاكم بفضيلة وحتى لأنه هو سنة كالشافعية والمالكية وكالشافعية والمالكية أو بعض الأحناف قالوا إنه في وقت الفتن يجب لبسه وكلامهم موجود كتبهم المشتهرة على مر الزمان موجودة لو أي واحد طالب علم مسكوا كتب وقلبها كتاب كتابها يلاقي كلام واضح جدا مش محتاج كلام فبتكلموا في المشايق فالأمر يحتاج إلى أن الناس تعي وهذا لا يكون إلا بطلب العلم وما يعرفوا بقى الحق من الباطل يعرفوا فين الأصول والضوابط وفين العلم حتى يعرفوا أهله ولا يلتابس عليهم الأمر فمالك رحمه الله تعالى كان حريصا على هذا أول ما بدأ بس يشب عن الطوق طلب العلم وهو حدث هو صغير السن بعيد موت القاسم وسالم فهو ما أدركش سالم ولا أدرك القاسم فبدأ بقى يأخذ عن نافع مولى بن عمر وعن سعير بن أبي سعيد المقبوري وعن عامر بن عبد الله بن الزبير وعن ابن المنكدر وعن الزهر وعبد الله بن دينار وجماعة والشيوخ مالك كثر كان مالك ثبتا في الأخذ ثبتا في الأداء وما كان يحدث إلا عن ثقة ما كان يحدث إلا عن ثقة وهذه قاعدة أي نعم غير مضطرد مائة بالمائة لكن الأعم الأغلب على الشيوخ أنهم ثقات وإن شئت فقلهم ثقات عنده على الأقل حتى لو طلع فيهم واحد في كلام يبعى على مذهب غيره من العلماء لكن على مذهبه هو ثقات فمالك انتقى ولازم الكبار العلماء وتشرب العلم وأخذه عن أصوله واتقى الله تعالى فبورك له في علمه والعلم ليس كثرة الطلب ولا كثرة الحفظ ولا الاطلاع لا إنما العلم الخشية إنما العلم العمل إنما العلم الخوف من الله عز وجل وإن قل المطلوب وده الفرق بين علم السلف وعلم الخلف تجد الرجل من هؤلاء من السلف من السلف الصالح من التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهذه السلة المباركة قد ترى العالم ليس له من الكتب شيء مش ما ألفوا لأكتاب ومحفوظه من العلم ليس بالضخم ومع ذلك بورك له في علم لأنه عمل به وقصد به وجه الله فنفع الله به الأمم وينفعها به إلى يوم القيامة فذي البركة كلام السلف تلاقيك خليل جدا تلاقي السلف كلامهم لو تجمع يتعدع الصواب بس كل كلمة ينفع الله بها أم من الأمم ممكن واحد ياخد كلمة من هذه الكلام ويشتغل بها طول حياة تكفي لأنه كلام خرج من القلب إلى القلب كلام قصد به وجه الله فنفع الله به وما كان لله دام وبقي وما كان لغير الله فسد ولم يصل إلى شيء فذلك كان علامته ولا تجد الواحد منهم كما قلت على فضله وعلمه وجلالته وأنه يحفظ ما يحفظ ولا ترى له كتابا أو كتابا يسيرا أو مصنفا صغيرا لكن النهاردة بيتباهوا بكثرة الكتب يعمل على آخر كل كتاب تسعين كتاب ولعله ما أرهمش أصلا ولا حط فيهم ألم ده ما المهم من هنا ومن واحد أعملهم هو من الكمبيوتر والبتاع وهو لا يعي ما يكتب ولا يعمل بشيء مما كتب بها كلها لليل المناصب والشهادات العلمية والدرجات والوظائف فلا تكاد ترى يفلح من هؤلاء أحد لا تكاد ترى يفلح من هؤلاء أحد فالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان كسمت هؤلاء السلف الصالح كان عالما ربانيا يتعلم ويعلم ويعمل ويخاف الله عزيزي ويتق الله فيما علم ويجل العلم كان يجل ولهذا أجله الله ورفعه وذا شأنهم جميعا رضي الله عنهم ورحمهم فمشيخة مالك مشيخة كثيرة شهيرة كما قلنا من أشهرهم نافع مولى عبد الله بن عمر وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار والمقبوري وجماعة كثيرون وقد حدث عن مالك على قدر جلالته في الأخذ عن الشيوخ على قدر ما يطلبه الناس حدث عنه كثيرون جدا يعني أفرد الإمام الزهبي جماعة منهم بلغوا أكثر من ألف وأربعمائة من أشهر من روى عنه روى عنه بعض الشيوخ وده شرف للراوي الطالب أو العالم يروى عنه الشيوخ هذا يدل على أنه سبت وأنه إمام بحيث يروى عنه شيخه وده قل ما يكون إلا مع الكبار فترى مالك يروى عنه من شيوخه عمه أبو سهيل ويروى عنه يحيى بن أبي كثير التابع الشهير ويروى عنه محمد بن شهاب الزهري وهو من شيوخه ويروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد وابن أبي أنيسة وعمر بن محمد بن يزيد وجماعة من شيوخه يروون عن مالك ولما يروى الشيخ لما يروى الطالب عن شيخ ويروى الشيخ عن الطالب ديت بسموه بسموه العلماء المدبج المدبج يعني المزين إن الطالب روى عن الشيخ والشيخ روى عن الطالب وده يدل على جلالة الشيخ وعلى فضل الطالب وعلى رفعة شائنه عنده شيوخه لما ارتضوه أن يكون شيخا لهم في الرواية في بعض الأحاديث وروا عنه طبعا من أقرانه كثيرون معمر بن راشد البصري وابن جريج وابو حنيفة وعمر بن حارس والأوزاعي وشعبة والثوري علماء الدنيا ورؤساء العلماء في الأمصار روى عن مالك شعبة إمام أهل البصرة والثوري إمام أهل الكوفة والأوزاعي إمام أهل الشام وابو حنيفة إمام العراق ومعمر بن راشد وجماعة من كبار العلماء من أقرانه روى عنه وده يدل على فضل مالك حتى بين أقرانه ثم يعدونه إماما ثبتا ولهذا أكثر من الرواية عنه وروا عنه من تلمذته كثيرون بابن عيينة ويونس بن يزيد وخالد بن يزيد الأيلي وجماعة من الكبار ممن روى عن مالك يا طول الكلام بذكرهم رضي الله عنهم ورحمهم لكن آخر أصحاب مالك موتا هو أبو حذافة أحمر بن إسماعيل السهمي قد مات أبو حذافة بعد مالك بثمانين سنة يعني في حدود المتين وخمسين في حدود سنة متين وخمسين والإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلت روى عنه قبل هذا من شيوخه ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري ما سنة مية أربعة وعشرين فبين يعني يقولون يوم يعملوا كده يعملوا فالزورة يقول لك راوين راوى عنه راويان بين وفاتيهما أكثر من مية وخمسة وعشرين سنة راوي راوى عنه اثنان الاتنين راوى عنه دولي بين وفاتيهما أكثر من مية وخمسة وعشرين سنة مالك بن أنمس راوى عنه شيخه محمد بن شهاب الزهري متوفزة نية وعشرين وراوى عنه أبو حزافة السهمي توفز في حدود مية وخمسين ومتين حقا وخمسين وبين وفاتيهما مية وخمسة وعشرين سنة أو أكثر وهذا ما يسميه علماء بالإيب السابق واللاحق الخطيب صنف كتاب في هذا الفن في اسم السابق واللاحق إن تلاقي شيخ راوى عنه سابق ولاحق راوى عنه واحد متقدم جدا وراوى عنه واحد بعديب كتير خالص فترى وفاتنا بين ترى سنة وفات الشيخين بينها عوام كثيرة جدا نعم وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة في يوائد العشرين كان مالك مؤهل ويفتي وتكلم في دين الله تعالى ويفيد الطلاب وحدث عنه جماعة وهو حي وهو شاب طري لسه في ريعان الصبا يعني وقصده الطلاب من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وبعد ذلك وازدحموا عليه في أيام الرشيد وإلى أن مات رحمه الله يعني مالك من أول مبادئ من أوائل العشرينات كده أو قبلها بشويه وهو محل نظر طلبة العلم أقبل عليه لإتقانه مع صغر سن رحمه الله تعالى هو ما عدتش يتكلم في هذا الأمر حتى أخذ إذن من مشايخه كما يروي ذلك خلف بن عمر يقول سمعت مالكا يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني أهلا لذلك؟ أو موضعا لهذا؟ سأقول سألت ربيعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ إمام المدينة قبل مالك وسألته أحد سعيد الأنصاري سألتهما هل ترياني موضعا للفتية؟ ينفع أتكلم في الدين؟ ينفع أنا أجيب على الأسئلة؟ وعلى الفتية؟ قال فأمراني بهذا أو تنفع واشتغل يلا فيقول خلف بن عمر رمالك فلو نهوك طيب لهم أولاك ما تتكلم مش كنت تتكلم قال كنت أنتهي لو قالوا لي أسكت سكت على طول طبعا لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه لهم موضوع مش بسيط ومش مسألة تصدر والسلام الواحد ما ينفعش يتكلم إلي لما ما شيخه تجيزه تقوله الله أنت تنفع أنت راجل كويس كده وعلمك باع علم منضبط وعندها خلفية كويسة وبتفهم وتتقل لا يتكلم بقى في دين الله لكن قبل هذا ما ينفعش حد ينط يتكلم كما يحدث الآن وما أكثرهم جماعة الجدو تدول ما عرفش جميع منهم بزبط الواحد مؤهلاته كلها في الدنيا وفي العلم أنه يتكلم كويس أنه عنده يعني عنده طلاقة في اللسان وفهلوة في الكلام وبيعد حرك كتير ويقوم يقوم يقوم كلام منه ده بس مؤهلاته وبعد ما يحس أنه عنده هادي المؤهلات يبدأ يحفظه كمتين في الدين هنا وهناك ينتشه من هنا وهناك ويطلع تكلم في دين الله وفي الأول يقول لك والله تبدأ هو أخ كويس وبيحاول ينفع ربنا مجمع حاولي الناس ومش عارفين نقول ماشي خليه في اللي هو يفهم فيه خليك أنه رجل بيسوق يتكلم يعني على قده وما يخرجش عن الطوق أول ما يتلمح حاولي الناس يحس أنه بقى إمام الأئمة ينسى نفسه هو لسه بتعلم بل لسه متعلمش أصلا وإنه محله محل طلاب العلم الصغار فتلاقيه خلالي عن الطوق ويبدأ بقى إيه ينطح الجبال ويقول بقى في دين الله ويفتن ويخالف العلماء ويختارع أقوالا من عنده ويقول هذا عندنا جائز وهذا عندنا غير جائز يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده تنسيت نفسك ولا إيه تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالإمام المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاعف في كل مجلس لقد هزلت حتى بدى منه زالها كلها وحتى سامها كل مفلس دي بقى تمصيب بقى تفضيحة بقى كل واحد بيعرف يتكلم كلمتين على بعض روح قاعد ويتكلم بقى في دين الله وفي الأول كما قلت بقى بقى بحضر بحيث ناس تقبله ومحدش يطعنه قبل ما يتكلم ومحدش يقول لا ده جاهل ما بفهمش حاجة يقعد ماشي في الديرة جنب الحيط أول ما يحس أن الدنيا تلمت حواليه خلاص بقى بقى هنا زي تساوت الروس الشيخ بحضر له ألف أنا بحضر لي خمس سلاف فأنا أحسن من الشيخ مش بالعادة اللي بحضر للمطرب أكثر منك بكتير اللي بحضر عند المطربين وعند الرقصين أكثر منك مئات المرات ولو قالوا أن بكرة حفلة فلانة المطربة حيتلملها اللي عندك لما يطلعوا عندها ويسبوك فمش بالعادة لو الموضوع باللكوم وبالرأس يعني كان بقى المطرب أحسن منك وبقت الراقصة أحسن منك لا هي مش بهذا بالعكس ذا القثرة دليل خوف الله تعالى ما ذم إلا الكثرة في كتابه قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقهون وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ومدح القلة قال وقليل من عبادي الشكور فده مؤشر مش مؤشر يرسط الإنسان إنه إليه الناس حوله كتير ده فتنة وده خطر فالمرء ينبغن هو يتقل لو ما يتكلمش غير قبل ما يتأهل يتعلم قبل ما يتكلم ويجيزه أهل العلم يقوله أنت تنفع تتكلم مش هواهية ومزاك لأن الكلام هذا شهوة الكلام له شهوة أشد من شهوة الفرج وقل من يسلم منها فالعاقل من ربط لسانه لأن لسان الجاهل مفتاح حتفه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة حيقول كلمة هو مش أدها قد يهو بها في الناس سبعين خريفا ولن يعثر بجاهل لأنه قاعد يتكلم ليه الجاهل يعذر لكن واحد قاعد متصدر للناس يقول لك أصل جاهل عزوره لا يعذر لأنه ما يقعدش أصلا بدأ من هو مش عارف ما يقعدش لكن قاعد يتحمل بقى وزارة فالموضوع خطير جدا وينبغي على الناس أن تعي مش كل واحد قاعد بيتكلم يبقى خلاص بيظهر على الشاشة وبيتكلم بيقول قال الله قال رسول الله كده وخلاص ومش حاول مش عارف بيقول ايه مش فاهم بيقول ايه يبقى يؤخذ منه الدين لا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم مالك وبيقول أنا ما عدتش أتكلم إلا لما سألت من هو أعلم مني سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة دوت كان إمام أهل المدين وكان الناس قبل ربيعة كان قبل ربيعة كان في المدينة ابن أبي الزناد كان إمام ضر الهجرة وكان إذا خرج من بيته أو من مسجده يريد الناس مترصين على الطريق ينتظرونه إليه أفواج وقفة مستنياء هذا يسأل عن علم عن فريضة وهذا يسأل عن حديث وهذا يسأل عن آية وهذا يسأل عن شعر من كلام العرب وهذا يسأل عن حساب راجل كان كشكول يعني عالم مشارك في كل الفنون إمام في كذا فن لغاية ما بزغ فيهم ربيعة طلع كذا ربيعة كذا بدأ إيه يظهر في المدينة وأهل المدينة فترك الناس ابن أبي الزناد ولازموا ربيعة فصار ربيعة هو محط أنظر الناس في المدينة حتى كان ابن أبو الزناد يعني يسلي نفسا وابن أبو ربي عدد من تلميزه ويقول شبر من حظ خير من زراع من علم والودي محظوظ ربي عدد محظوظ أنا شوف الشيخ هو كان نسوة شو مراه أمم والودي شنل لسانه حلو كده وعالم برضو مش وحش ولا حاجة أنا ما عادش حد بيعبرني ويبقى كله مش وراه وما لم يحمله هذا على بغضه ولا حاجة عادي جدا يعني هذا ما أثر على قلبي ولا شيء لكن كان بيتوجع وقال له شفت الناس عشان ده كلامه أحسن شوية وكده ومش عارفين سابوني ورحوله يقول شبر من حظ خير من زراع من علم أده عنده شبر حظ ونا عندي علم أده كده أده خمس مرات بس ناس ماشي وراه هو ما في مشكل في هذا بدان بعلم ما فيش إشكال لكن كده بالفكاكة كده بقى وكله بتكلم أبو العريف وشغل الخنفشار ده اللي بيحصل هذا ما ينبغي ولا يجوز قبوله ينبغي على المتصدر ألا يتصدر حتى يجيزه أهل العلم فمالك يقول هذا طلب العلم مالك وكما قلنا بدأ الناس يقصدونه في أواخر بدأ الناس يعني يأتونه من الآفاق يقولوا بقى مخصوص من مصر ومن الشام ومن هنا وهناك في أواخر دولة أبي جعفر المنصور وازدحموا على بابه في أيام الرشيد فإن بقى الرشيد خلاص مالك بقى عامل زي النجم كما قال الشافعي الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم وصدق وبر الشافعي فمالك كان نجم زمانه غير منازع كان له جلالة عجيبة لم تكن الملوك في مستجلالته كان أجل وأهيب من الملوك عند الناس كان الملوك تهاب مالك رضي الله عنه كان يخف منه على سطواتهم أبو جعفر دام الشوية أبو جعفر هذا كان يعمل له ألف حساب الرجل كان رجل قويا حازما جدا وكان يهاب مالكا والرشيد كذلك ومن بينهما كانوا كلهم يهبون مالك ومن بعدهم كانوا يهبون مالكا رحمه الله تعالى هيبة شديدة ويخشون أمره وكانوا يرجعون إليه في كل أمورهم وكانوا يذهبون إلى داره اللي يأخذوا العلم على داره سمع الموطأ من ستة خلفاء ولم يسمع أحدا منهم في قصر بل كان يقول لهم تعالوا إلى مسجدي حتى من المرة بعثنا الرشيد أو أبو جعفر الرشيد يقرأ عليه الموطأ فقال له يا أمير المؤمنين إن فلانا وذكر له أحد الولاء يعني المشهودين قال له إن فلانا أعز علم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون خيرا منك أنت ابن عم النبي فلا تذل علم النبي لا تذل علم ابن عمك والعلم يؤتى إليه لا يأتي إلى أحد لا تسن على الناس سنة تسوء وقالوا الناس من أبليك وقالوا فلا أبليك كنروحوا إلى المشيخ ليأتي بيوتهم أنت لا تقرب أنت الآية والصورة وتخل ناسهم اللي يروحوا للإعلامات روحوا للخلفاء لا احترم علم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسن سنة سيئة أنت أولى الناس باحترام علم ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد نفسه رحمه لما قاله لما قاله رسول الأمير المؤمنين قال له كده قاله أولي أمير المؤمنين العلم لا يؤتى العلم يؤتى إليه لا يأتي إلى أحد تعال بنفسك عندي ورحوا سبء رايح للخليفة عشان ما يفهماش غلط ما هناك بيطاني السوء تاخد الكلام وتحوره لك أصلا أصده مش عارفه ده كده ما مش شيء مش نزع عيرا من باعة ده عايز يعمل عليك انقلاب ده عايز يعمل لك مظاهرة يروح يغارب مغي الراجل عليه هو مش أصده كده خالص فمالك سبق الرسول إلى الخليفة وقال له أمير المؤمنين جئتك بنفسي أهو لا منعني أن يجيب طلبك إلا أني أظن بك أن تخالف ابن عمك وتهين علمه لا تكن أول من أذل علم فيذلك الله العلم يؤتى إليه لا يأتي إلى أحد فقال له خلاص أنا أتيك إلى مسجدك أجيلك قال له بس ليه شرط طلب قال له سأل قال تحدثني وحدي اليوم لقيلك فيما يباش حد في المسجد ألم تنفعش دي خالص العلم لا يضيع حتى يحدث به الخاص دون العام تيجي مع الناس فالراجل رضخ رحمة الله عليه الرشيد ده مظلوم أو عند الناس اللي لم يعرفش حاجة عنه الرشيد هذا كان من صلحاء الخلفاء كان يحج عاما ويجهد في سبيل الله عاما رضي الله عنه ورحمة طبيعي أنه كخليفة زي كل خلفاء عنده شيء من الترف والتوسع في المباحات والدنيا والجواري ده مش حرام ما فيش إشكال هذا وقع فيه جميع الخلفاء وبدأ بحقه ولم يكن يعص الله تعالى في ذلك فالأمر واسح حتى لو وقعت له هنات فمن ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط وطبيعي رجل في مست هذا الملك يعني لن يكون عابدا يعني زاهدا طيب الرجل يعني له في الدنيا نصيب كبير وافر فمش مطلوب أنه يوبا زي الحسن الوصري ولا يوبا زي بشهر بن حارس الحافي ده رجل خليفة وخليفة أكبر دولة في العالم يومئذ ينظر للسحابة يقول لها أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك فالرجل يعني يقول احترم العلم وراح لمالك لغاية المسجد وجلس مع الناس لكن وضع له يعني زي كده ستارة كده محترمة طبعا برضو الناس لا تنزل منازلها ده أمير المؤمنين واعدوه كده في نحياه وأولاده وسمع الموطأ من مالك يومئذ فبقولي أن مالك بدأ الناس في في أيام أبي في أيام الرشيد يزدحمون على بابه بدأ باب له صيط عال جدا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والحاكم وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة إنه لقل كده صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مالك قال يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يعني يركبوا الإبل من أماكن أبعيدة يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قال سفيان بن عيينة هو مالك بن أنس وعلى هذا تفق عامة أقوال الرواة إن المقصود بهذا الحديث مالك بن أنس قالوا لإنه ما فيش حد من بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية أيام مالك وبعد أيام مالك قصده الناس كان قصدوا مالكا نبي يقول إيه يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل أو لا يضربنا الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة عالما فذكر رجلنا واحدا قال لك نظرنا في هذا التابعين كانوا كثرا كان ابن المسيب وابو صالح وابو دماعة والقاسم والفقاء السبعة كانوا موجودين ما كانت واحد ولن يكن أحدهم مستقلا بالفضل عن الباقين ثم من بعدهم لقين ابن هرمز وربيع ابن أبي عبد الرحمن وابن أبي الزناد وجماعة وما كانش واحد برضو فالوقت اللي كان في واحد متفرد بالرحلة إليه مالك ابن أنس صح كان مع علماء برضو في مدينة ما كانوش زيه فلا الوحيد اللي انجاءه الناس وضربوا له آباط الإبل يعني ركبوا الإبل من أماكن بعيدة لا حتى يلتقون به ويسمعون منه وقصده الكبير والصغير حتى روى عنه أهل الأرض جميعا وانتفى حتى وصل علمه إلى الأندلس علمه جاز المحيط ووصل إلى الأندلس نقله يحيى بن يحيى المصمودي وغيره من الرواع المالك نقل علمه وابن القاسم وهؤلاء كلهم نقل علم مالك للأندلس وبلغ مصر وبلغ ما وراء النهر وجال الدنيا ومالك لم يخرج قطم المدينة مالك ما طلعش من المدينة خالص لم يرحل منها ظل فيها وجاءه إليها الناس جميعا فهذا الحديث كان المقصود به مالك رحمه الله تعالى فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان كما قلنا متفردا بهذا العلم ورفعه الله تعالى به مقاما علي يقول خلف ابن عمر اللي هو سأل وقال له أنت سألت حد أبن تعد تتكلم فمالك قال له أطبعا سألت مشايخي سألت من هو أعلم سألت ربيعه وسألت يحب بن سعيد الأنصار فكلهم أمروني أن أنا أعلم أتكلم أنه أنت تنفع فبيقول لو كانوا أقولك لا أرأيت لو كانوا نهوك لو قالوا لك يا مالك لسه شوية عليك لسه بدري تعلم كمان شوية أكنت تخالص أمرهما كنت تقول لا والله ما بحسدوني حقدين علي ونحسن منهم أصلا وكلام ذا ما بقوله الجماعة الأيام دي دولي قالوا لا طبعا لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه يقول له ده كده صح لكن لا يستقل من نفسي هكذا بتصدر يقول خلف ودخلت عليه فقال لي انظر ما ترى تحت مصلاي كان في واحد من الجماعة الحضور ومالك في المجلس ومالك المقول كان له هايما كان يخاف وكلموه يعني كان كأنه الأمير وزيادة وكان يأتيه الناس من الأقطار فما عرفوش يدخلوا عليه كان له حجاب وله بواب وله سؤدد وعظمة وهيبة تمنعي كان أستهابوا حتى أن جاء الحكم المنافع أبو اليمان البهراني جاء من حمص وحب يدخل على مالك ليروي عنه فلأ الهايلمان ده لأ الدنيا مقلوبة وحجاب وستائر وحاجات ما مش واحد على كده عندهم الناس عادل علماء المشايخ ناس يعني عادل مش عاملين للهرمج كله فقال ما هذا إيه دو قال وهذا مالك قال ما له يصنع بنفسه كالملوك ده عايش الدور لي كده والله لا رويت عنه أبدا ما جل مش هره عنه قادص وراجع إلى بلد ومراش عنه وندم بعد هذا على ذلك ندم نوفاته إمام جبل كمالك لم يروع عنه حاجة كبيرة أوي طبعا فاتته فمالك كان له هيبة فكان الناس تخاف تكلمه أحيانا ويطلب منه حاجة فيقول خلف دخلت عليه مرة فكان تحت مصلى كده رقعة فقال لي خلف انظر ما تحت المصلى شوف الناس حطل إيه دوت يقول فإذا ورقة كتاب يعني وإذا فيه رؤية بعثها بعض إخواني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه فقال لهم الناس في الرجل الشاف في الرؤية أنه هو النبي في مسجد والناس مجتمع عليه فقال النبي لهم إني خبأت تحت منبري هذا طيبا أو علما إني خبأت تحت منبري هذا طيبا أو علما وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس فانصرف الناس وهم يقولون إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع هذا مالك أخذ يبكي فقام عنه خلف سبوا مش يرق لهذا وهذه مبشرة عظيمة وهذا الباقي من النبوة الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له الراجل شاف مالك وشاف النبي بيطلع بيقول للناس تحت منبري هذا علم وطيب مسك الله يفرقه عليكم مالك فالناس قالت خلاص بلا من نبي قال له كده مالك الله يفرق فمالك ما تحمل هذا وبكى بكاء شديدا وكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فمالك فرق علم النبي على الناس وظل إمام أهل المدينة وقتا طويلا وإليه المرجع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفتية لا يخرج أحد عنه قيد شعر حتى ينسب له أهل المدينة فاللي حب يرد على مالك يقول الرد على أهل المدينة مالك بقى هو الإمام المسيطر على هذا كله مع ولود من يخالفه منهم رضي الله عنهم ورحمه يقول مالك رحمه الله كما يحكي ذلك أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب هو ابن وهب من الرواة عن مالك روى عنه الموطأ وروا عنه علما كثيرا قال مالك لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها ده بقى الورع هذا الورع والاحتياط والتوقي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي ابن شهاب الزهري أحاديث كثيرة أوي لن أحدث منها بشيء ليه لأسباب كثيرة قد يكون لعلمه بأن فيها علا قد يكون فيها شيء من الضعف وده المالك كان يحتاط لدينه جدا كما سنقول الموطأ بتاع مالك دوت اللي هو النهاردة مطبوع في مجلد وأحاديثه لا تجاوز الألف أو تجاوزه بقليل في بعض الروايات الموطأ ده كان أول من مالك صنفه كان 40 ألف حديث كان أكبر من مسند أحمد بن حنبل مسند أحمد بن حنبل 30 ألف حديث وكسر 30 ألف وزيادة يعني موطأ مالك كان أكثر منه كان كده في حجم مصنف بن أبي شيبة المصنف بن أبي شيبة فيه 40 ألف حديث وأسهر كان موطأ مالك نفس الحجم ده حجم العائلة ده 40 مجلد كده ولا حاجة ضخم 40 ألف حديث لكن مالك بقى ما شال شيره منه قاعد كل سنة يشير منه شويه ويحد فاته وينقح ويتأكد ويحتاط ويفعل ويفعل لغاية ما صفصف على ألف حديث ولا حاجة ولو كان عاش كم سنة كان خلصه كان مسح وكله ما كانش جن الموطأ أساسا من ده كان قال لا بلاش منه هذا احتياطه توقي وده احترام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايز يقول لنا سأي حاجة لازم يقول لها حاجة يعني يعني فيها كفاية حتى لما وصل بقى صغير كده أوي قالوا له يعني ايه دوت يروح فين ده نعمل به ايه أما ترى الناس انت مش شايف ابن أبي زئب مألف موطأ آد كده كبير أوي وفلان ابن الماجشون مألف موطأ برضو ضخم جدا فأده يروح فين دوت نعمل به ايه ده إن شاء الله فقال لهم مالك ما كان لله داما وبقي هذا انا قصدت به وجه الله أنا مش عامله لحد مش عامله منظرة مش يعني يقوله الشيخ عنده خمسين عنده كتاب خمسين مجلد لا ما كنت ابغي هذا مش عايز تصمع دي أنا أنا صنعت هذا لله فسبحان الله علم الله صدقه في نيته صدق الله صدقه الله فذهبت هذه الموطأات لم نسمع بها أصلا موطأ ابن أبي زئب مش فنهوش ولا رأاه من كثير من من كان قبلنا وموطأ ابن الماجشون برضو فقد من زمان جدا وموطأ مالك جاءتنا عامة روايات الموطأ جاءتنا مش رواية واحدة بس جاءتنا رواية يحيى بن يحيى الليسي ورواية القعنابي جزء منها ورواية سويد بن سعيد الحاجة ثاني ورواية ابن زياد وجزء من رواية ابن وهب ورواية أبي مصعب الزهري وجاءتنا أكثر من سي سبع روايات من الكتاب مش هدته مش نسخة واحدة ده رواية متعددة ورواية محمد حسن الشايباني موطأ محمد اللي بتقول موطأ محمد الجماعة الحناف هو موطأ مالك لكن برواية محمد حسن الشيباني موطأ محمد ده اللي ألف عليه اللي أكنوي التعليق الممجد على موطأ محمد ده مش موطأ محمد بن حسن الشيباني مش تأليف محمد حسن الشيباني ده هذا تأليف مالك لكن رواية محمد بن حسن الشيباني فسموه موطأ محمد تمييزا له عن باقي الموطأات اللي هي كلها المالك ولكن تختلف بأثناء الرواة عن مالك موطأ القعنابي موطأ ابن وهب وموطأ ابن زياد وموطأ ابن حسن الشايبان وموطأ فانو علان وهكذا فنقلت لنا كثير من نسخ موطأ وهذه بركة العلم وبركة الإخلاص رضي الله عنه ورحمه ما كان لله دام وبقي فبيقول أنا سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها وقد يكون بعض هذه الأحاديث في أمور الفتن اللي ممكن الحديث به بين الناس يعمل بلبلة وإن ابن صليم يقول حدثوا الناس بما يعرفون يعني ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة تقول واحد حديث ما يفهموش ومفهمش مستوعب ممكن يفتن فحدثوا الناس بما يعرفون يعني الكلام عن مالك يطول جدا وأنه تمه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر